قرناني من الزمن وروائح الأزاهير والتوابل بأنواعها تعانق جدران هذا السوق قرناني جال الناس خلالهما بين زوايا وأزقة هذا المكان بحثاً عما حملته قوافل الهندي من جديد وما أبدعته أياد السوريين من خلطات ووصفات السوق هنا عمره تقريباً حوالي 270 سنة طبعاً بالشكل اللي هو موجود فيه سوق البزورية بدمشق أو سوق العطارين كما كان يسمى قديماً يتوسط أسوار دمشق القديمة ممتداً من سوق متحة باشا وحتى قصر العظم أساس التسمية البازورية وليس البزورية البازورات هي باللغة العربية القديمة هي المسمية حالياً لقلوبات المكسرات لا شيء آخر سوى روائح التوابل والبهارات وصادفك هنا فهذا السوق ومنذ تأسيسه في القرن التاسع عشر حافظ على تخصصه حتى يومنا هذا يعني يعني يجو ناس من أوروبا بيسوأ ومن بزورية دكاكين وزوايا صغيرة متراصة قد لا تتسع لأكثر من أصحابها في كثير من الأحيان بالحقيقة أنه هو سوق أثري وقديم كثير تراثنا يعني لها السبب منحب من فترة لفترة نتسوأ منه المكسرات بأنواعها والورود المجففة وغيرها الكثير من المواد تصطف إلى جانب التوابل المنزلية على الرفوف سوق حلو وديهم أسهري ومتعودين يعني من أجدادنا من جاء السوق سيبقى سوق البزورية بما يختزنه من جمالية المكان وتنوع البضائع قبلة للسوريين وغيرهم من السياح العربي والأجانب يدل على ذلك التزايد المستمر بأعداد زواره وقاصده